ما زالت الطفلة حنان تعيش حالة الصدمة والخوف معا كحال أقرانها في المناطق المحادية ومناطق التماس مع ميليشيا الحوثي في الضالع جراء القصف الحوثي المتواصل باتجاه المناطق السكانية والتي كان آخرها استهداف منزل المواطن عبدالله الليث والذي تقطنه أربع أسر المنزل استهدفته ميليشيا الحوثي بمقذوف انطلق من طائرة مسيرة حوثية في قرية الخرازة شمال غرب الضالع خلال الساعات الماضية ضمن الخروقات اليومية التي ترتكبها الميليشيا الحوثية بحق المدنيين لكن عناية الله حالت دون تحقيق هدف الميليشيا الحوثية في سفك دماء الأبرياء لتسقط القديفة على مقصورة الدرج المؤدي إلى السطح وعلى مسافة قريبة من غرف نومهم وإعاشتهم طيارة ضربتنا وحنا راقدين والقديفة طرحا بالدباء وحنا الضالتين وحنا بالصالح أمس أقبل طائرة مسيرة ضرباها البيت وست أسر داخله بجهالها بنسوانها بكل حاجة لا موقع عندي عسكرين ولا حاجة ولا عندي أي حاجة إلا مواطن جالس لي ببيتي وهذا ذي حدث ولو لا عنيات الله لا كنا سرنا وكلنا بالقذيفة وعلى الصعيد العسكرين وفي الوقت الذي تلتزم فيه القوات المشتركة بجبهات الضالع بقرارات للهدنة الأممية تواصل الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران استهداف المواقع العسكرية في شمال وغرب الضالع بمختلف أنواع الأسلحة حيث قامت خلال الساعة الماضية باستهداف مواقع تبت عثمان وما جاورها ومنطقة مرخزة وكذلك المواقع العسكرية في جبهة باب غلق بمقذوفات عبر طيرانها المسير وقذائف الهاون وغيرها من الأسلحة لتتضاعف أرقام الخروقات والانتهاكات الحوثية وسط صمت مطبق للأمم المتحدة ومبعوثها إلى اليمن الميليشيا الحوثية طبعيها بالهدنة تضرب مواقعناها واصل بالطيران المسيرة وحتى المواطنين المسلموا منها والأطفال كما قنصوا قبل شهر ثنين رعيان هنا في المواطنين نحن تضرب البيت هذا أنا أمس منزل ورهب المواطنين والأطفال ونقول للميليشيات لا تنصونا الهدنة بفرصة لضرب المواطنين أو الثلوة العسكرية نحن لحد الآن مواظبين على الهدنة نقول أن القيارة السياسية تديننا أمر بس تواصل الميليشيات الحوثية بقصف المواقع العسكرية وكذلك أيضا تقوم بقصف المنازل للمواطنين وكذلك بإحراق المزارع للمواطنين الذي كان منه مصدر رزقهم وكذلك نطالب الأمم المتحدة أين من بعوث أمم المتحدة وين هذه الهدنة التي يسمونها هدنة تواصل الميليشيات الحوثية ارتكاب المزيد من الغروقات بجبهات الظالع من خلال استهداف المواقع العسكرية والمناطق السكانية ومنازل المواطنين والتي كان آخرها استهداف منزل المواطن عبدالله ليث بقذفة طائرة مسيرة من جبهة الخرازة محمد الشعيبي لقناة اليمن اليوم أبضالر